فانا قاعد قدامي مكتب شغال فأمان الله بصيت لقيت اه فيه نار طلعت من تحت ايه نخش تعضل في الموضوع عشان ما نطولش اول حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي في بيتك اللي تخلي بالك منها وممكن تكون سبب خطورة وممكن لقدر الله تعمل حريقة في البيت او تعمل مشكلة في البيت هي فياش الكهرباء او بريز الكهرباء اللي هي العادية بتاعتنا اللي احنا بنوصل فيها الفياش بتاعتي زي ما تشايفين معي كده دي فياشة عندنا في البيت تمام دي في البيت عام دي تخيلوا تخيلوا انا انا في بيتنا في فيشة كده احنا في بيتنا في فيشة كده شوفوا شايفين عاملة ازاي فطبعا دي لما بتحط انت فيها فيشة بتاعت الجهاز او فيشة اي حاجة عندك او اي جهاز عندك بتجي توصله اللي بيحصل انها بتكون مهزوزة وبترعش وهتلاقي ساعت بتعمل صوت تلاقي في شرز بيحصل فيه ماس بيحصل كده الاختزاز ده بيعمل ايه? بيخلي الكهرباء تبدأ تعمل شرز ومس وبتبدأ بقى تعمل شغلة نار والدنيا بتبدأ توسع يعني ممكن تبقى انت مسلا في برا البيت او في مكان وترجع تلاقي الدنيا ايه? يعني الدنيا صعب ربنا يحفظنا كلنا بس. برضو لازم ان احنا نعمل حذرنا ونخلي بالنا من الحاجات دي اللي انه مهمة. يبقى اول حاجة الاحتكاكات بين الاطراف الكهربائية اللي هي السلك او الفيشة والبريزة. الحاجات دي مهمة جدا ان نخلي بالنا منها. ولو في حاجة عندنا واسعة زي كده او بيضة دي بيتشال وتتركب. ما فياش اي مشكلة سهلة جدا تغييرها. ولكن حاجة زي كده ممكن احنا نسيبها ونتكبر دماغنا ونطنش ونكسل. بس طبعا هتبقى مشكلة في الاخر. فمش لازم نوصل لمرحلة ان يبقى في مشكلة او تحصل عندنا مصيبة زي كده عشان نبدأ نتحرك ونزبط الحاجة. الحاجة رقم اتنين بما اننا دخلين على الشتاء. ويبقى عندنا فيه دفيات كده طبعا الدفيات اللي هي العادية بتاعتنا اللي بتبقى دي الدفيات اللي بتشتغل بالحرارة آآ بالضوء بالشمعات العادية دي طبعا دي بتبقى خطر وحصل مشاكل كتير جدا وشفتها بعيني بسبب الدفيات دي. بتبقى ازاي? بتبقى ان انت مسلا بتبقى حاطط الدفاية وطفل يجي موقعة تمسك في السجادة في القماش على الارض في اي حاجة. فتبدأ ان هي تعمل مشكلة. طبعا هي بيكون فيها سنسور من تحت ان هي بحيس لو بعت ما تفصل ولكن ساعات ما بيكون تشغال او ساعات ما علق مع الوقت يعني فبتبقى مشكلة ودي مهمة جدا لما تكون في دفاية زي كده اوعد تسيبها مع اطفال وتخرج او اوعد تسيبها في البيت شغالة وتمشي. لازم تكون هناك عليها عشان لو فيها اي حاجة لكقدر الله تسحب الفيشة بتاعتها. الدفيات طبعا دي زي ما قلنا خطيرة جدا فيه الدفيات الزيت دلوقتي بتبقى احسن شوية يعني بتكون امان شوية عن كده. الحاجة رقب تلاتة يا سيدي وهي اللي في كل بيت وطبعا مهمة بنستخدناش عنها وهي الكاتل. الكاتل الشاي بتاعنا الغلية بتاعت الشاي اللي احنا بنعمل بها الشاي بتاعنا. دي مهمة جدا. ازاي? طبعا لما بنعمل بنيجي نعمل شاي او بنعمل حاجة. طبعا انا معرفش اعمل شاي حالو اسمها علينا يعني. بنحط المية في الغلية وبنشغلها وبنسيبها بحيس ان هي هتفصل اوتوماتيك لوحدها. فبنبقى بتكلين او ما اعتمدين ان هي هتشتاء يعني هتخلص تفصل لوحدها ونبقى نروح بقى نصب الشاي بتاعنا. ولكن اللي بيحصل يا سيدي انه ساعات ما بتفصلش لوحدها اوتوماتيك. مع ان هي بتبقى شغالة كويس معاك. بس بيجي لها وقت الحساس بتاع الترمستات بتاعت المفتاح بتبوص او بتعلق. فبالتالي يمكن ما تفصلش اوتوماتيك. ويفضل الكاتل شغال شغال شغال. المية طبعا اللي فيه تبدأ تغلي. لحد ما تتبخر والكاتل ينشف وبعد كده يبدأ يغلي يغلي يشتغل لوحده بحرارة جامدة فيسيح فيبدأ يولع. فبرضو الحاجة زي دي ما تسيبهاش وتطلع تقول مسلا هعمل حاجة وارجع يكون هو فصل. لازم يكون يعينك عليه. وما تسيبوش غير لما يفصل. لازم. دي حاجة مهمة جدا. ان هي حاجة رخمة بس بجد هي مهمة. هي مهمة جدا. الحاجة رقم اربعة ومهمة قوي قوي قوي. لازم تخلي بالك منها. وهي السخنات الغاز اللي في كل بيت. وبما اننا داخلنا على الشرطة السخان بيشتغل عندنا كتير. السخان يا جماعة مهم جدا. زي ما تشايفين كده. السخان ما بنفتح المية هو بيولع. لما بنقفل المية المفروض ان هو برضو يقفل لوحده. بعض السخنات وده بنشوفه بعينينا والحاجات دي بتحصل كتير جدا جدا قدامنا. انه انت ممكن تخش تخش التويلة تستخدم السخان. وانت خارب تقفل المية بحس ان هو فصل. مش في دماغك. وبتخرج. وانت طبعا السخان بيكون مقفول فالنار مش دايما بتبقى باينة قدامنا. فما بناخدش بالنا. فكأنه كأنه هو فصل وانت طبعا في دماغك ان هو فصل عادي لما انت قفلت المية وخرجت. ولكن احيانا بيفضل السخان شغال. والحساس اللي بيفصل او الحاجة المسؤولة ان هي تفصل ما تفصلش. فبيفضل شغال النار من غير مية. فبالتالي طبعا المية لما بتنزل في السخان بتنتص الحرارة. فالدنيا بتبدأ شغالة عادي. ما فيش مشكلة المية بتاخد الحرارة والحرارة شغالة. ودينا تمام. لكن ما فيش مية وفيش حرارة بس. فبالتالي بيبدأ يولع يسيح يضرب. وانت طبعا ممكن تقفل المية كأن السخان فصل وتنزل تروح مشوار وهو يفضل شغال. ترجع تلاقي آآ ربنا يحفظنا بقى بلاوي. فنعمل ايه? نقفل المية ونبص بتاع السخان او بتاع الشقة لو ما فيش محبس جنب السخان. فلازم مهم او ان اللي يفصل المية يا جماعة يخلي باله ويبص على السخان ويشوفه فصل ولا ما فصل. نصيحة اخيرة او حاجة خمسة اخيرة ممكن ملاهاش علاقة او بالحريقة ولكن ليه علاقة بالكهرباء شوية. الناس اللي عندها سخنات آآ كهرباء. سخنات الكهرباء يا جماعة دي خطر قوي. اخطر من الغاز بكتير. ليه? لانه بعد فترة من الشغل آآ ممكن يحصل فيه في الحالة نفسها بتاعت السخان اللي بتخزن المية بيحصل فيها سكوب. فممكن المية بتنزل على الكهرباء. فاللي بيحصل انه ممكن انت بتاخد دش وتلاقي وتلاقي ان المية كلها فيها كهرباء. فطبعا انت في موقف زي ده تحت الدش ودينيك كهرباء فلا قدر الله تبقى طبعا دي مشكلة كبيرة جدا. فالصحة هنا ان احنا نعمل ايه? نشغل السخان بتاع السخان بتاعنا. يسخن المية قبل ما نخش الحمام بقى وقبل ما نمسك اي حاجة نفس السخان. نفس الكهرباء عنه خالص. كده كده المية موجودة عندنا وبتحوشها. فنبدأ نستغل بالمية تيت. عايز مية تانية سخنة? لا يازم نعمل كده. هو طبعا هو بيكفي الخزان مش بتحتاج كمية كتير قوي. آآ بتشغله وبعد ما تخلص تخش بقى تكمل دوش بتاعك. ده ده الصح. لانه طبعا يا ما اسمعنا احنا عن ارسان آآ توفت بسبب الموضوع ده في بيبقى فيهم فرحة. فبجد السخان لغاء الكهرباء خطر قوي. فنخلي بالنا منه. يعني نصحتين اخرانيين كده حابب اقولهم لكم اول حاجة ان لازم يكون في بيتك فيه طفاية. انا عارف ان ان احنا في مصر موضوع الطفاية ده عندنا ايه? مالوش لازمة. واش بنهتم بيه. بس بجد موضوع الطفاية مهم جدا. لان الطفاية دي انكزت انكزت في موكف صعب ايه هقول لكم عليه دلوقتي. فيعني انت برضو في البيت حتى زيت على النار فبسيت لقيت الدنيا ولعت مرة واحدة. لو معاك طفاية هتلحقيها بسرعة قبل ما تدينها تكبر تلحقيها لان نجدش تستني لما الجران تيجي لان لانه لانه على ما الجران تيجي وتخش تشوف الموضوع ولا تجيب طفاية الموضوع هيبقى صعب قوي والموضوع هيكون كبر قوي ومش هنعرف نسيطر عليه. لكن الطفاية في البيت دي اهم حاجة. الطفاية في مكان شغلت دي اهم حاجة. الحاجة التانية المهمة جدا انه يكون مفاتيح الوتوماتيك عندنا بتاعة الكهربا جميلة وشغالة صح وحساسة وبنت حلال. ازاي? في في مفاتيح الوتوماتيك ما بتفصلش بسهولة يعني لو حصل مسلا ماس حصل تحميل في الكهربا في حتة معينة ممكن السلوك تولع والدنيا تولع وهو ما يفصلش. فمهم او ان المفاتيح الوتوماتيك تكون كويسة. لو عندك مفاتيح بقالها فترة طويلة وقديمة بدلها. هات مفاتيح جديدة وما تسترخص فيها وهات حاجة كويسة. الفترة كبيرة كنت في المحل في الورشة. فكنت شغال طبعا وكان فيه احنا طبعا عندنا فيه حاجة اسمها سيريا او فيشت السيريا دي بتكون عبارة عن سلكتين كده. بنختبر بهم الاجهزة. طبعا فيه ناس كتيرة تعرف. فكان جنبي فيه ازازة جاز على الارض. ازازة الجاز. ازازة الجاز دي وانا قاعد طبعا مش اخد بالي هي يعني اتكبت على الارض جنبي. وفشتين السيريا دولت انا كنت حطيتهم على رجل كده جنبية. فعملوا ماس او شرز. اه جنب الجاز. فالجاز الاجازة الجاز رحت انفجرت. فانا قاعد قدامي مكتب شغال. فامان الله بصيت لقيت. اه فيه نار طلعت من تحت ايه. يعني النار انفجرت. مش نار مسلا طلعت شوية بسيطة. لا الازازة انفجرت. فعملت نار مش مش طبيعي. فروح تنطيت من فوق المكتب. وطبعا في الوقت ده كان معايا والدي في المحل فراح جاري اتجابت طفاية. طبعا كنا جايبين طفاية. ولو احنا مكناش جايبين طفاية كان ممكن حد فينا يتوفى. او كان المحيل لكله هيبقى رماض. فيعني هتوب اخسرها فتاحة. فطفاية تماما مش يعني مش هيبقى غالي اوي. انقذتنا من ورطة كبيرة جدا. طبعا النار اول ما قامت بالطفاية دوسنا عليها سكت التاني. فموضوع الطفاية مهم. انصح الناس كلها نتجيب الطفاية. مفتاح الاوتوماتيك تخلي بالك منها. الحاجات الخمسة اللي قلنا عليهم مهمين. الفيديو ده انا عارف انه هيكون مفيد. فنفسي نفسي نشير نعمل شير جدا للفيديو ده. مش هيره قوي. لانه مفيد وهيفيد ناس كتيرة جدا وممكن يبعد عن ناس كتيرة جدا مشاكل كتيرة. فاتمنى تعمل لايك لانه اللايك هيساعد ان هو ينتشر. وتعمل شير للناس انت تعرفكم. بس كده احبيت افيدكم. نعرف السلامة.